قال الناطق باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إنما أقره مجلس نواب الأمريكية لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل هي أرقام تترجم على شكل ألاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة وأكد أبوردينة أن الدعم الأمني الأمريكي تصعيد خطير وهو عدوان على شعب الفلسطيني مشددا على أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم وسنكر أبوردينة هذه الحزمة من المساعدات التي وافق عليها مجلس نواب الأمريكية ما يشكك في مصدقية الولايات المتحدة بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة شرق الأوسط استشهد 16 فلسطينيين على الأقل بينهم 9 أطفال جراء غارات نفذتها طائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهدفت من خلالها العديد من الملازل في مدينة رفح جنوب قطع غزة في اليوم 98 بعد المئة من الحرب الإسرائيلية على القطاع وأعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثث خمسين شهيدا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع نصر طبية في خان يونس وبلغت حصيلة الشهداء في القطاع أربعة وثلاثين ألف وسبعة وتسعين شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76 ألف وتسعمائة وتمانين في حين لا يزال ألاف الضحايا تحت الأنقاد منذ بدء الهجمات في السابع من شهر أكتوبر الماضي استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في مدينة رفح جنوب قطع غزة هذا ويستمر العدوان الإسرائيلية على القطاع المدمر لشهر السابع يوماً تلو الآخر يستشهد الميئات في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية استيقظ عشرات الفلسطينيين على فاجعة فقد أحبائهم وأفراد عائلتهم في قصف إسرائيلي جديد أصوات البكاء تعالت وشعور الألم والحصرة بات هو المسيطر على العائلات الفلسطينية وهم يودعون أحبائهم في مستشفى النجار فور وصول جثسهم بعد شاء ح strand لا 파 동안 ما çalış ج Grey سبع شهور انهلقنا فيهم ما ظل شي بكتلوا فيyt Изرمان ما بنك الأهدافapa Tam mitna ما ع Olivier Mia war mountains Aun la she بنك الأهداف تعلها 효 chu ما بكتل في الأطفال أربعة سنوات وخمسة ما شي سيؤولون هدولا هدول هش سيؤولون في أرض لا في عندهم ضرب ولا عندهم طخ ولا عندهم ولا معهم اسلاح ولا معهم ايش سيؤولون ايش سيؤولون ايش لا قطحم حسبنا الله النعم الوكيل طمض أهل القطاع المدمر شهور طويلة يتشبثون بالأرض والحياة لم يعرفوا يوما لليأس سبيلا رغم المحن والآلام التي عايشوها طيلة سبعة أشهر منذ بدء العدوان لديهم آمال بسيطة تتمحور جميعها حول وقف العدوان وعودتهم لمنازلهم استشهد 14 فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية كما استشهد سائق سيارة إسعاف وهو في طريقه لإجلاء جرحة أصيب خلال هجوم منفصل شنه مستوطنون ونفذت القوات الإسرائيلية مدهمة مواسعة في منطقة نور شمس بالقرب من مدينة تلكرم الفلسطينية عما الإضراب محافظات الضفة الغربية تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمحافظة تلكرم وشمل الإضراب إغلاق المدارس والجامعات والمحلات التجارية وصدعوات الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في كل مدينة وقرية ومخيم والخروج بمسيرات غضب كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط وتم إغلاق المصانع والمعامل فيما تعطلت البنوك والمصارف وأعلن اتحاد المعلمين إضرابا شاملا في كافة المدارس ومدريات التربية هذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إدمار بن غفير الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي يتجاوز الخطوط الحمراء فيما قال بني جانس عضو مجلس الحرب قال إن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وكان موقع أكسيوس الأمريكية قد نقل عن مصادر أمريكية أنه يتوقع أن تفرد وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على إحدى كتائب الجيش الإسرائيلي على ضوء انتهكات لحقوق الإنسان في الدفة الغربية وبمجبير عقوبات سيحضر على الكتيبة الاستفادة من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكرية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة